موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيح من قلوبكم نحن معكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل بداية قبل ما نبدأ موضوعنا بنرحب وحيد عنده كلمة نرحب به ونسمعه أهلا بك وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع أنا حابب أتكلم في وضون دقيقة تقريبا عن الأحداث التي تشهد مصر بين فترة وأخرى وهي أحداث الحقيقة متكررة ومقززة إلى أبعاد الحدود مسيحيين بيصلوا في مكان ما في بيت فيأتي المسلمون ويدمروا البيت ويعتدوا على الناس الموجودين ويحرقوا بيوت حول هذا البيت يعني هذه بغض النظر إنها غوغاء ويعني فيها كل ما هو بعيد عن الأخلاق والقيم الإنسانية لكن السؤال يعني وكأن الأمن متعاطف أو متآمر مع هؤلاء لأنه كيف يمكن أن يستمر هذا الأمر فترة من الزمن ولا وجود للأمن فإذا يعني ما نراه من إصلاح في مكان يتم تخريبه بأياد الإسلاميين من ناحية أخرى على الأمن وأنا أعتقد أنه لا يخفى عليه هذا الأمر أن يعني يهتم أولا وأخيرا بمن يحرض هؤلاء هؤلاء شباب يتم تحريضهم في المسجد هذا الأمر يحدث بعد صلاة الجمعة يعني الموضوع ليس محتاج إلى فقيه ولا محتاج إلى جهد حتى نعرف فالأمر واضح جدا عليكم أن تهتموا بالذي يجمع الشباب ويحرضهم على هكذا أحداث لأنه من العار بصراحة أنه يمنع شخص من أنه يصلي خلينا أسألكم سؤال بعيدا عن هذا الاتجاه في اتجاه آخر تفتكروا مين اللي يعني من مصلحته أن الإنسان لا يتصل بخالقه ما يصلي مين شو الشيطان يعني الشيطان في المقام الأول هو الهدف الأساسي يحرم الناس ويمنعهم من الصلاة فهل الإسلام دين شيطاني عليكم أن تجيبوا على هذا السؤال إن قلتم لا فلماذا تفعلون هذا الأمر لماذا تقومون مقام الشيطان تفعلون ما يريد الشيطان فعله تتبنون أفكاره تمنعون الناس من الصلاة تعتدون على من يصلي هذا أمر في منتهى الغرابة على الجهات الأمنية أن تكون أكثر شفافية وأكثر حرصا على سلامة الوطن إن كان هناك نزعة وطن في قلوب هؤلاء شكرا لكم والرب يبارك حياتكم شكرا لك مشاهدين أهلا بكم مرة تانية الإسلام بنقول عنه دايما أنه كذبة كبيرة بداخلها أكاذيب كثيرة لكن كمان هو معضلة كبيرة بداخلها معضلات كثيرة لمسنا الموضوع دا الفترة اللي فاتت محمد يتشبه بالكفار شوية وباليهود شويات وبعدها يرجع يخالفهم ولأن أتباعه بيتسنوا بسنته فهم بيتشبهوا به في شكل أو وضع معين ولما يتغير الشكل دا يرجعوا يتشبهوا به في الشكل الجديد ويفضلوا في الوضع المتقلب دا بصورة مستمرة فبيعملوا كل المتضادات طيب نتيجة المعضلات دي ايه دا اللي هنشوفه بنعمة المسيح النهاردة في حلقتنا وخلينا نشوف مع بعض عنوانها سقوط المسلمين في التشبه بالكفار بين الماضي والحاضر طبعا أكيد هنكون في انتظار مشاركاتكم مشاهدينا بنرحب بوحيد وبنبدأ نشوف موضوعنا أهلا بك مرة تانية وحيد أهلا فدوى ومجددا برحب بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الراب يبارك حياتكم جميعا طيب الفترة اللي فاتت كلها احنا طبعا يعني كل المشاهدين معانا اتشبهوا خالفوا اعملوا ما تعملوش قصة مش قصة ارفع نزل والمسلمين طبعا بيتصنوا بسنة الرسول فبيعملوا كل هذا اي تأثير ده على المعضلات الكثيرة اي تأثيرها على المسلمين طبعا بلا شك إذا احنا شفنا أكيد كمان عند المسلمين عند الصحابة اللي كانوا في الأول لما بيتكلم عن الطيالسة وهم زوجات النبي على أقل تقدير وشايفين انه هو كان بيستخدم طيلسان هذا الامر يعني يحفر عميقا في النفس انه هذا الرجل متناقض ويعني يضاد كلامه بين فترة واخرى وفي النهاية انا حابب اقول كمان انه المسلمين جزء من البشر فبالتالي هناك تناغم بين الثقافات يعني ما يرى هنا يمكن ان يقلد في مكان اخر هم مش خارج هذا الكوكب هم نسيج مع البشر ان كانوا يعتقدون ذلك يعني هذا البعد وهذا التنافر الشديد من غيره من البشر بالتأكيد شيء غير طبيعي وهو ليس ما يسمى كشعار كاذب ان الاسلام دين الفطرة لان الفطرة هو الانسان بيعيش وبيتعايش مع الآخر وبالتالي ما هو جيد عند الآخر يمكن انا استخدمه بغض النظر هو يختلف معي في اي شيء طالما هذا الامر حسن وجيد فلما لا اتشبه به في الحسنة زي ما بيقول الكتاب المقدس جيد وتنهي الغيرة في الحسنة يعني جيد ان انا لما اشوف شخص بغض النظر ان شاء الله يكون وسني بس عنده اشياء جيدة انا ممكن اخد منه اتعلم منه لا اشكالية في هذا الامر يعني عودة لسؤالك انا بعتقد انه كان طبيعي ان المسلمين بيعيشوا بيتقابلوا مع ثقافات اخرى في بلاد مختلفة ان يكون بين فترة واخرى يعني في تشبه بالاخرين نعم طيب النهاردة ايه يعني طبعا هو دافلوا بالموضوع بس ايه التشبه اللي هم تشبهوا بيحنا حسب العنوان بتاع الحال لا كثير هو ما الذي لما يتشبه به الا القليل وسنأخذ من لسان رسول الاسلام بالرغم من التحذيرات بالرغم من التحذيرات الكثيرة الا انه هو اقرر انه يعني امته بسميها امته ستقع في التشبه يعني بالكفار وحدد اشياء يعني عامة لكنها في ذات الوقت تدخل الى التفاصيل طيب خلينا نبدأ ابدأ بداية بالتحذير المشدد في عدم التشبه بالكفار وكأننا بنختصر كل الحلقات السابقة في هذا الجزء في المقدمة هذا التحذير ورد في مراجع كثيرة جدا لا حصر لها انا بس هاخد ابن كثير يعني عنوان لكل المراجع وسأقرأ سريعا ابن كثير في تفسير البقرة 104 نهى الله تعالى عباده المؤمنين ان يتشبه بالكافرين في مقالهم وفعالهم وذلك ان اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيس وبعدين بيلعانهم عليهم لعائن الله فاذا ارادوا ان يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا ويورونا بالرعون كما قال تعالى خلينا بس اشرح الجزئية دي يعني لما يقولوا بدل ما انظرنا راعنا وهم لا يقصدون راعنا بمعنى انظر الينا بمعنى يعني فيه شيء من الرعونة انت ارعن يعني وكأنه دخل في نية هؤلاء وترجم كلمة راعنا الى كلمة الرعونة لكن لو انت حبيت انك يعني تتصيد الاخرين وتجد لهم ما لم يقولوه هذا سهل ويمكن لأي شخص انه يفعل هذا الامر فبهذا الخصوص نزل نص قرآني يعني حنشوفه بعد شوية قال تعالى قال تعالى ايه من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين يعني ده قرآن يعني شوف القرآن فاضي لدرجة ايه فاضي لهذه يعني حتى الكلمات البسيطة نزل لها وحي مع ان هناك امور جلل وعظيمة لا وجود لها في القرآن ثم يكمل ويقول ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يكمل ابن كثير وكذلك جاءت الاحديث بالاخبار عنهم بانهم كانوا اذا سلموا انما يقولون السام عليكم دي جبنا الحلقة السابقة والسام هو الموت ولهذا امرنا ان نرد عليهم وعليكم يعني انتم زيهم بيقولوا السام عليكم وانتم شايفين ده خطأ فانتم بتشابوهم يعني ما الجديد عندكم انتم مثلهم تماما ان كانهم يقولون هذا الامر في حين ان المفارقة وليس المقارنة المسيح قال لنا فأي فضل لكم ان كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي اجر لكم أليس الخطأ يفعلون ذلك الاشرار الوثنيون يفعلون ذلك يحبون الذين يحبونهم لكن انا عايزك انت تحب الذين لا يحبك هذا هي التعليم السماوية وليس وعليكم يعني انا زيك عادلتك في الشر ومن يعادل الاخر في شره هو شرير ايضا وانما يستجاب شوف النقطة دي يعني وانما يستجاب لنا فيهم لما احنا بندعي عليهم يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا والغرض ان الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا شوف التناقض نهى عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا بس لما يسلموا عليكم ردوا عليهم شابههم في القول قولوا عليكم يعني شوفتوا التناقض الى اي درجة معانوا دا مش موضوعنا النهاردة بس لازم هذه الاشياء نقف عندها يعني انتوا لا تشابهوا الكافرين قولا وفعلا طيب حيقولوا السامو عليكم نرد ايه احنا مش مفروض نرد كلام حلو كلام حسن لان الاسلام دين السماحة صحيح والذي كذبه دين السماحة لا ترد وعليكم يبقى انت شابهتهم هذا هو التناقض بتاع كاتب القرآن وإله القرآن ورسول الاسلام قولا وفعلا فقال يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ثم يكمل حتى أكمل هذه الجزئية قال رسول الله بعست بين يدي الساعة بالسيف أنا أكمل فيه بن كثير حتى يعبد الله وحده لا شريك له هذا الرجل يقول هو رسول الاسلام أنا بعست بالسيف علشان إيه السيف اللي في إيدك ده علشان يعبد الله وحده وكأنه هو هذا الوكيل الذي السيف في يده لازم يعبد الله وحده يعني أي عبادة أخرى ممنوعة لأنه أنا في نظر الاسلام كفر الذين قالوا إن الله سهل السلاسة طبعا ده فهموا الباهت الواهي عن المسيحية فبالنسبة لمحمد ومنظومة الإسلام فأنا بالتالي ما بعبدش الله اللي هو يعبده فهو بعث بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له بالسيف هذا الإله الضعيف الذي يجبر الآخرين على عبادته بالسيف ثم يكمل رسول الإسلام الذين يتنصلون منه ويحاولون أن يلمعوا رسالته هذه هي رسالته يقول وجعل رسقي تحت ظل رمحي طبعا أي بلطج كذا يعني أنتم الذين كشفتم عورات الإسلام وأهنتم رسولكم بما فيه الكفاية أن هذا كلامه وجعل رسقي رزق الرزق تحت ظل الرمح ما في رزق تاني يعني لو أي مسلم النهاردة حب أن يأخذ الرسول سنة يأخذ الرسول سنة ويقول أن جعل رسقي تحت ظل رمحي كيف ستحاسب يعني أنا أنا تسننت بسنة الرسول ماذا ستقول له هل هو أشرف من الرسول وجعل رسقي تحت ظل رمحي وجعلت الزل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم أنا أريد أن أوصل طبعا للحتة الأخيرة مرورا بكل هذا الكلام الغريب عن أي نبي ما في نبي أصلا رفع سيفه عشان الناس تدخل في الدين غير رسول الإسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم ثم يكمل من تشبه بقوم فهو منهم ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار وفي أقوالهم وأفعالهم ولباسهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها ده كان ببساطة التجديد اللي اتكلم عنه ابن كسير وكل علماء الإسلام عن هذا التجديد في عدم التشبه بالكفار وكأننا لخصنا حلقاتنا السابقة في كل ما تكلم عنه رسول الإسلام وكسره هو شخصيا لخصنا في كلام ابن كسير قبل أن ندخل إلى لب الحلقة أنا بس لفت انتباهي يسمع لنا فيهم ولا يسمع لهم يستجاب يستجاب أيها يستجاب وده كان حديث لمحمد يعني لعائشة أعتقد كلامه كان أنه أنت مش سامع اللي أنا عملته أو شايف اللي أنا عملته أي مدى صحة الجملة دي يستجاب لنا فيهم أكذوب أكذوب كبيرة جدا نبوة كاذبة من محمد يستجاب لنا ما أنت قعد تدع عليهم فين الاستجابة هل اليهود كده لوحدهم إله الإله انتهى منهم يعني مش أنت اللي رفعت سيفك مين قتلوا ومين صحر مين سمى من رسول ومين صحر واستجيب لهم فيه صحيح يعني هم اللي صحروا هم اللي قتلوا بالسم نعم وبيعتبروه شهيد يبقى إذا العكس تماما لم يستجاب لك فيهم وقد استجيب لهم فيك لأنهم يعني استطاعوا أنهم حتى الكلمة الإسرائيليات ما هو اخترقوا الإسلام مين اللي اخترق الإسلام ما هو اليهود وعن طريقه هو عن طريقه وعن طريق الصحابة والتابعين من الذي اخترق الإسلام بكل هذه التي تسمى إسرائيليات والقرآن مليان إسرائيليات نعم من الذي اخترق اليهود نعم صحيح إذا استجيب لهم فيك وفي دينك وليس العكس نعم فهي بص هذا هو الإسلام الشعارات جوفاء تدخل تحت الشعار تلاقي مجرد أكزوبة نعم طيب خلينا ندخل في الوب بالموضوع أدخل بهذا العنوان المسلمون يسلكونك اليهود والنصارى في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عن النبي قال لتدبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم أخيالي يعني قبل ما أكمل الحديث شوفي إلى أي درجة لتدبعن سنن من كان قبلكم يعني طريقة أسلوب السنة سنن من كان قبلكم شبرا بشبر زراعا بزراع لدرجة لو دخلوا جحر ضب أنتوا هتدبعوهم هذا التشبه يقترب من المطلق وليس في المطلق لكنه وكأنه أنت يعني بتتكلم عن المسلمين أنه سيدبعوا من كان قبلهم من الذي كان قبلهم سألوا الرسول مين بتقصد مين أصلي قبلنا كثير يعني حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني أنا بتكلم عن مين هو في غيرهم في غيرهم اللي عملين لنا دوشة دول اليهود والنصارى يعني هذا هذا الأمر لو أنا حطيته كده في كفة كلامه إن التشبه تشبه المسلمين باليهود والمسيحيين شبر بشبر زراع بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب حتى تعملوا زي تدخلوا وراهم في مقابل كل المنع اللي هو منع ما تعملوش ولا تتشبه ولا ولا كل الكلام ده التحذيرات اللي احنا بنتكلم عنها كل التحذيرات اللي هو نعم يعني الكفتين دول قصاد بعض ماذا يقولون عن محمد ماذا يقولون عن هذا الرجل فاشل يعني بالضبط رسالتك فشلت صحيح فشلت بانتياز كل وصاياك اللي انت تكلمت عنها إذا كان انت يعني النهاردة انت بتقول الأمة لتتبعنا سنة من كان قبلكم وانت بتكلم مين خير القرون خير القرون بالضبط كده صحيح طيب صحيح يبقى إذا انت كل الكلام اللي انت يعني بزلت مجهود انك تكرهم في أهل الكتاب وخلوا بالكم وما تتشبهوا زيهم كل ده انت بتجي تكسروا تقولهم انتوا هتعملوا زيهم تماما ما فائدة كلامك إذا طيب هنا الفشل يعني هو فشل مع اليهود فشل مع النصارى فشل مع العرب الجزيرة من ناحية قبول الرسالة بتاعته لكن كمان داخليا هو فشل مع أتباعه المؤمنين بفشل كمان بالنسبة للتعليم وانهما يثبت على التعليم بتاعته ده صحيح بعدين كلامك صح هذا التحذير ما زال يقوله الشيوخ إلى اليوم يعني التحذير اللي بيذكره محمد جيل بعد جيل الشيوخ بيتكلموا فيه ما تتشبهه ما تتشبهه وكأن التشبه يخرج أنا مش عارف يعني هذا الدين الذي يعني يخرج منه فقط من تشبه بالآخر هذا الدين الهش الركيك جدا يعني شو في المسيحية دي قوية وثابتة لأي درجة مش مهم انت يعني شكلك الخارج المهم انت قلبك وضميرك صحيح وأفكارك هي فين يعني أنا النهاردة لو لبست لبس يعني أفغاني والأفغان مسلمين هل أنا حبقى مسلم عشان تشبهت بيهم لبست لبسهم يعني فعلا شيء يسترعي الانتباه أنه رسول الإسلام كان مهتم بالجزئية دي وبعد كده يقول لهم انتوا هتكسروا كل اللي أنا يعني نبهت وحذرت وحتتبعه وهنا لا لا يخصص يعني لا يفرق هو يتكلم عن المسلمين طيب هو بيتكلم كده دي يعني ممكن حد من الأحباء المسلمين أو المشاهدين اللي بيسمعونا يقول لك ما هي نبوة دي نبوة هو جالها من 1400 سنة وأهي بتتحجج الناس بتشبهوا يعني بالكفار كويس حلو أنا بشكرك للجزئية دي طيب هل تشبهوا بيهم في العلم هل العلم اللي هو يعني موجود في بقاع الأرض ويستفيد منها منه المسلم اليوم هل تشبهوا بيهم في المعاهد العلمية في المدارس في طريقة التعليم في الأخلاق وهنا حينما أتكلم عن الأخلاق أتكلم عن الأخلاق الأدبية مش أتكلم عن واحد بيشتم ولا بيسرق ولا أتكلم عن القيم الأخلاقية الإنسان يكون عنده الضمير في الشغل مثلا الرشاوة الموجودة هل يتعلموا دا من الكفاة هل سابوهم إذن هي يعني نبوة ناقصة وفي اتجاه محدد جدا ليست عشان كده أنا في بداية كلامي قلت تقترب من التطابق لأنه في أشياء ما استطاعوا أنهم يشابهوا فيها الكفاة يعني أخذوا السيئ نعم يعني شابهوهم في الحاجات اللي هي يعني خليني مش أقول سيئ لأن أكون دقيق في الأشياء التي يعني لا تقدم الشعوب ولا تبني لكن أهو أشياء ممكن اجتماعية إلى آخرية أين البنية التحتية في البلاد العربية والإسلامية هل تشبهوا بالكفار في البنية التحتية يجيبوا الكفار يبنوا لهم الدول بتاعتهم طيب يبقى إذن من الذي بنى الكباري والتليفون ما هم المستعمرين اللي جاءوا استعمروا هذه البلاد عمروها ولذلك اسمه استعمار جاء الإسلام استخرب هذه البلاد فإذا كان رسول الإسلام غاضب كل الغضب على من يتشبه ومن تشبه بغيرنا ليس منا هل أنت دلوقتي غاضب على المسلمين برضو وهم برضو ضالين ومغضوب عليهم لأنه بقوا من تشبه بغيرنا ليس منا نعم فإذن كل من يتشبه وكأنه هو خارج هذه الملة نعم أكمل أذهب إلى حديث رواه أبو سعيد الخدري حدث به بن تيمية في مجموع الفتاوى خلاصة حكم المحدث صحيح وحدث به بن كسير في تفسير القرآن وخلاصة حكم المحدث صحيح يقول لَتَتَّبِعَنَّا سَنًا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذُوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا الْيَهُودُ وَالْنَصَارَى قَالَا فَمَنْ ويمكن بعض الأحباء عايزين يعرفوا يعني إيه قذة القزة لها يعني أكثر من معنى ربما القزة التي تدخل في العين لكن في الجزئية دي أنا ذهبت إلى معاجم اللغة فوجدت أن لها معنى آخر بخصوص هذا الحديث تحديدا يعني لو رجعنا لقاموس المعجم الوسيط ومعجم المعاني الجامع القزة ريشة الطائر كالنسر والسقر بعد تسويتها وإعدادها لتركب في السهم وفي الحديث يعني هو يستشهد بالحديث حديث شريف لتركبنا سننا من كان قبلكم حذو القزة بالقزة يضرب مثلا للشيئين يتساويان ولا يتفاوتان يعني رسول الإسلام يقصد التطابق يقصد التطابق يتساويان ولا يتفاوتان يعني مشيين مع بعض تماما هذا لما يقول في الحديث القزة بالقزة طيب يعني زي ما ذكرنا هي نبوة ناقصة غير دقيقة حسب تعبيرك إن هي نبوة يعني لأنه يعني لو شفنا التشبه سنجد هو مجالاته كثيرة ومحدودة كثيرة لكنها محدودة جدا يعني يقلدون الغرب في كل شيء لكن في أشياء أخرى خلاص هما وقفوا عند ما هو الشكل هنرجع نلقى الشكل الشكل هو الأساس الشكل العام هو اللبس التسريحة الشعر البنطلون الساقط اللي بيسموه البنطلون الساقط هو ده اللي بيتشبهوا به حديث آخر رواه أبو عطاء اليحبوري حدث به البصير في إتحاف الخيار المهرة خلاصة حكم المحدث إسناده حسن قال لي عبادة بن الصامة يا أبو عطاء كيف تصنعون إذا فرت منكم علماؤكم وقراءكم وكانوا في رؤوس الجبال مع الوحوش قلت ولماذاك أصلحك الله قال خشية أن تقتلوهم قال قلت نقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا شوفي يعني مش ممكن نمد يدنا إلى علمائنا وكتاب الله بين أظهرنا اللي هو القرآن يعني هل هذا الكلام صحيح؟ بالمناسبة هذا الكلام تعليم من رسول الإسلام زي ما حنشوفه بعد شوي يعني هل وجود القرآن يمنع قتل العلماء المسلمين؟ بصراحة يعني من العار قول هذا الأمر لأنه من العلماء كثر من العلماء الإسلام من قتلوا من أهانوا ونهيك عن ذلك يعني عن العلماء سآتي بعد قليل لتعليق بس خليني أكمل الحديث وكتاب الله بين أظهرنا قال سكلتك أمك يا أبا عطاء أولم يؤت التورا اليهود فتركوها وظلوا عنها هذا جزء أنا لازم أركز عليه هنا وشاهد شاهد من أهلها أنه ليس تحريف التوراة التوراة موجودة بس سابوها تركوها وظلوا عنها لأنك أنت بتعمل مقارنة بين القرآن والمسلمين وبين اليهود والتوراة فإن قلت أن التوراة حرفت وحرفوها إذن القرآن حرف لأن المقابلة لا تقوم المقارنة التي عاوز تعملها لن تقوم لأنها هي التوراة سليمة وحلوة وكويسة لكن تركوها وظلوا تماما في فكره هو كالقرآن بيننا سليم وكويس لكن تركو المسلمين وظلوا فيقول له سكلتك أمك يعني ما شاء الله التعبير حلوة فقدتك أمك يعني فتركوها وظلوا عنها ثم يقول نفس الكلام أه ولم يؤتى النصارى الإنجيل فتركوه وظلوا عنه وإنما هي فتن تتبع بعضهم بعضا ولم يكن فيهم شيء إلا سيكون فيكم مثله شفت الكلام ده خطير إزاي ما في شيء في اليهود والمسيحيين كان فيهم إلا وسيكون فيكم وهنا يقر أن التوراة سليمة والإنجيل سليم فلو قلتم أنها هي محرفة يبقى أنتم كمان حرفت قرآنكم حيكون فيكم لا شيء ده أكثر من ذلك يعني في إكمال الحديث يعني شوف لدرجة سيحدث مع المسلمين كما حدث مع اليهود والمسيحيين يقول إنه قد كان فيهم مسخ قردة يعني تمسخوا لقردة فقال حدثني أبو عطاء أن عبادة بن الصامت قال لم يكن فيهم شيء إلا سيكون فيكم مثله لا تذهبوا الأيام والليالي حتى تمسخ طوائف من هذه الأمة من المسلمين يعني كل شيء كان في المسيحيين كان في اليهود الشيء السيء نحن نتكلم يعني سيكون في أمة المسلمين وعلى أي أساس إذا كنت أنت ونبي وتعلم كل هذا على أي أساس إن تكون التحذيرات السابقة صحيح ثم ألم يكن القرآن في وسطهم حينما قتلوا علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب أليس من العلماء ومن الصحابة المشهورين ورابع الخلفاء الراشدين لا ما كانش في قرآن لا خلينا أقول لك النكتة بقى أن الذي قتل علي بن أبي طالب رجل حافظ للقرآن حافظت القرآن يعني شوف النقيط تماما يعني من قتل علي بن أبي طالب هو رجل يحفظ القرآن مش بس القرآن في وسطنا القرآن في وسطكم وحافظ للقرآن وقتل علي بن أبي طالب طيب يعني ما قتلوهما المتمسكون بالقرآن وحافظته من قتل عثمان بن عفان لم يكن القرآن في وسطهم السلسلة طويلة وقيل أن دم عثمان على المصحف طيب ليس كان المصحف في وسط المسلمين كان في بيت عثمان وهل معقول أن الحسين لم يكن عالما في الإسلام من قتل الحسين كانوا يمكن مسيحيين الذين قتلوا الحسين أو في الآخر يطلعوا يهود يبقى إذن هنا بداية كما نرى ما قاله رسول الإسلام سيكون المسلمون سيتشبهون بأهل الكتاب تحديدا اليهود والمسيحيين حذو القزة بالقزة شبر بشبر زراع بزراع دخلوا جحر ضب وراهم وبعد كده نلاقي ما زال في ناس بتتكلم وتحارب وكأن التشبه ده يعني كارثة الكوارث ما حينه موضوع واضح قدامكم الرسول قال هذا الأمر ما المشكلة ليه بتحاربوا التشبه لدرجة التطرف يعني فده بالنسبة لي الجزئية الأولى من الموضوع بتاعنا طيب هل تسمح لي أأخذ مكالمة نادية من أمريكا ألو آلو سلام المسيح سلام ونعم أهلا بك يا أخوة نادي تفضلي أهلا بك يا أخوة نادي ربي باركك في عندي تعليق عن حلقة الفاتس كانت مسجلة واللي قبل ما شكتها من البداية بس مأتها بالإعادة فضلي فضلي في عندك أنت قلت ذكرت المسلمين الأوائل كانوا يهاجروا من بلاد الكفر إلى على أساس بلاد المسلمين صح؟ لا أتذكر أن قلت هذا الكلام لكن جائز كان في سياق معين لازم تذكريني بالسياق أنا بسكر أنت قلت كانوا لما هاجروا المسلمين هاجروا من بلاد الكفر لازم تذكري للسياق لأنني مش فاكر بالزبط السياق على كل قولي سؤالك ومداخلتك ربما أتذكر الموضوع تفضلي بالتعليق هو طريق أنه دلوقتي يعني دلوقتي هو بالعكس بيهاجروا من بلاد المسلمين لبلاد الكفر عكس ما كانوا بالبداية ده صحيح وبعدين عندي وبعدين عندي تقليق بالنسبة أنا حسب معلوماتي أنا ما عندي يعني معلومات مية بالمية بس أنا من العراق أنا بعرف أنه الكماء الكماء ومن السماء موجود بالعراق من السماء لحد دلوقتي أنا اللي بعرفه بنزل من السماء بالشيء شمال العراق بس الكماء كان أنا اللي حسب معلوماتي بالعراق وبإيران كان يطلع أثر يعني زي الشيء اللي بيفأت بيطأت بالأرض من الرعد والبارك وهو فيه آخر من الكويت تتكلم معنا في الحلقة دي وذكر أنه الكماء أيضا يعني موجود عندهم بس من قال أن الكماء هو يعني من بزور المن الذي كان ينزل من السماء لا لا هو مش طيب هذه النقطة هذه المعضلة هنا في هذا الكلام هو ملوش خاص بس كمعلومة أنا كمان يعني معلومة جديدة علي وأكيد صاح تكون أنه بالكويت كمان ينزل أنت زي ما قولت بالمطقة الشرق الأوسطية أنا اللي كان معلوماتي بالعراق وبإيران والكماء اللي هو من الأرض بيت من السماء اللي هو من السماء صحيح شكرا لك أخد نادية ربي باركك طيب خلينا ناخد علاء من الجزائر ألو أخ علاء سلام ونعمة أهلا بيك أخ علاء تفضل سلام ونعمة أخ علاء ربي بارك حياتك عزيزي باركك أخوه هل أنت متابع لقناة الحياة أريد أن أصلي معاك الآن على المباشر وأنتظر منك ممكنة ما شخصيا أخوه حاضر هل أنت متابع لقناة الحياة يا أخ علاء ألو هل سقدنا طيب يا ريت الأخ علاء لما يرجع نسمعه مرة أخرى علشان نصلي معاه بنعمة الرب طيب طيب خلينا نكمل وبعدين نكمل في المداخلات ممتاز خليني أروح إلى في كتاب الاعتصام عن رسول الإسلام في صحيح البخاري قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراع بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك يعني شوف في الاتجاه الديني كان من اليهود والمسيحين وفي اتجاه الآخر إذا كنت عايزة تسميه سياسي عسكري إلى آخره الروم والفرس طيب ما الذي تبقى للإسلام في المسلمين يعني؟ ما الذي تبقى للإسلام في صدور المسلمين؟ إذا كان من الناحية الدينية سيتشبهون باليهود والمسيحيين نعم يعني أقصد إيه بالناحية الدينية؟ أن اليهود والمسيحيين الدين يعني ذكر الناس عندهم عقيدة صحيح كان أهل الكتاب الكفار الروم وفرس دول كانوا وثنيين صحيح يعني كل مرة تشبه كل شيء المسلمين كده تماما تماما ده كان الدليل الأول من لسان رسول الإسلام حاجة غريبة حاجة غريبة جدا طيب يعني تأثير الإسلام إيه على المسلم؟ طب فائدة الإسلام إيه؟ ما هو ده السؤال إذا كان يعني أنا النهاردة أفهم أنه مثلا المسيحي يمكن أن يسقط في بعض الوصايا ويحاول ويكافح أتكلم عن المؤمن نعم ويحاول ويكافح ويصلي بنعمة الروح القدس أنه ينتصر على تحقيق هذه الوصية في حياته وإنت النهاردة لما تذكر هذا التشبه القريب من التطابق نعم أين الإسلام؟ ببساطة هذا سؤال يعني منطقي أين الإسلام إذن؟ في الوقت الذي رأينا فيه الوعيد والتحذير في عدم التشبه نعم يعني حتى التهديد والوعيد الذي أنت تتكلم عنه ملهوش صدى في قلب المسلم يعني أتخيل حتى الإيمان يعني هناك حديث لرسول الإسلام أنا حابب أذكره الآن حتى القضية الإيمانية يعني تخطى فيها المسلمون خطوات أكثر من المسيحين واليهود فيها باتجاه الأسوأ يعني فخلينا أذكره عشان يكون واضح للأحباء المشاهدين الراوي أبو هريرة المحدث الصيوطي في الجامعة الصغيرة خلاصة حكم المحدث صحيح الراوي عوف بن مالك الأشجعي المحدث السخاوي في الأجوبة المرضية خلاصة حكم المحدث رجال وثقات أو موسقون الراوي عبد الله بن عباس المحدث بن باز في مجموعة فتوى خلاصة حكم المحدث ثابت يقول افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار أسوأ منهم النصارى وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة الأسوأ بقى المسلمون والذي نفس محمد بيده لتفترق أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة واثنتين وسبعين في النار قيل يا رسول الله منهم؟ قال جماعة قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني فرقة واحدة من 73 فرقة يعني إذن المسيحيين أفضل واليهود أفضل يعني تشبهوا إذا كان طبعا كلام محمد صحي يعني إذا افترض أنه كلام محمد صحي أي كلام في أي مكان في أي حتة والمسلمون اليوم يتقاتلون من هي الفرقة الناجية يعني صدقوا هذا الكلام من هي الفرقة الناجية من النار؟ ولا واحد ما احترامي لكم كلكم ولا واحد لأنه حتى رسول الإسلام لن ينجو إطلاقا رجل كسر كل الوصايا السابقة ولم يلتزم بالشريعة السابقة له وتنكر للمسيح وتنكر لتوراة موسى تنكر لكل شيء كسر الوصايا العشر فبالتالي على أي أساس أنت النهاردة يعني تصدق كلام من كسر هذه الوصايا والتعاليم السماوية وانت بتتبع وفاكر أنه في فرقة ناجية من النار لا توجد فرقة ناجية من النار إطلاقا ده كان أيضا جزء مهم إحنا تناولناه طيب حليني أخذ كمان مداخلة أبو داود من أمريكا ألو سلام المسيح معكم والربي باركم أخو حيد أهلا بيك أنا شيء الوحيد اللي محيرني يا أخو حيد كن على ثقة أنه العلماء المسلمين وشيوخهم حتى المتعلمين والمتعلمين والمثقفين الذين يقرؤون القرآن والأحاديث ألا يعلمون بهذه الحقائق هذه التناقضات وهذه الأكاذيب لماذا يجهلونها أو يتجاهلونها هل غايةهم الوحيدة لكي يعيشون بالسعادة والرفاهية على حساب شقاء هؤلاء الناس البسطاء ماذا يا أخو حيد أتفق معك في الطرح الأخير هم يتجاهلونها على حساب سعادتهم على حساب الكرسي بتاعهم على حساب أنهم سيفقدون كل ما هم عليه من يعني رخاء و يعني وضع اجتماعي ونفوز اجتماعي كل هذا سيفقدونه بالتالي على حساب هذا الأمر شكرا لك أخي أبو داود طيب أنا بطلب من الأحباء في الكنترول لو كان الأخ علاء ترك رقم تليفونه الأخ علاء موجود معنا خلينا ناخده علاء من الجزائر ألو أهلا بك أخ علاء الرب يبارك حياتك طيب واضح أنه عنده مشكلة طيب أنا بطلب من الأخوة يتصلوا هما بالأخ علاء لو ترك رقم تليفونه علشان نقدر نصلي معه بنعمة الرب طيب خلينا ناخد جزئية وبعدين نكمل مع المداخلات تمام هاخد هذا العنوان تاريخ المسلمين في التشبه بالكفار وسأبدأ من أولا يتشبهون باليهود في العصر الإسلامي الأول وهذا حديث رواه عوف بن مالك الأشجعي حدث بالقرطبي المفسر في تفسيره الجامع لأحكام القرآن خلاصة حكم المحدث طريق صحيحة وإبن مفلح في الأداب الشرعية خلاصة حكم المحدث إسناده جيد والراوي أبو الدرداء وزياد بن لبيد أو لبيد وحدث به الألبان في صحيح الجامع وصحيح الترمزي وخلاصة حكم المحدث صحيح أن النبي نظر إلى السماء فقال هذا أوان يرفع العلم من الناس هذا أوان يرفع العلم من الناس يعني دي بس لازم نسأل محمد يعني ما هو العلم لأنه حنشوف له تفسير يعني أكيد ليس الذي يقصده رسول الإسلام بهذا المنطق ما هو العلم يعني هل مقارنة هل توجد مقارنة أصلا بين العلم في عصر رسول الإسلام والعلم اليوم لا توجد أي مقارنة صحيح فما هو العلم الذي يقصده يعني ولا بس هي كلمة عامة كذا نعم علم ديني أنا أعتقد يعني أنا ما بعرف هذا الرسول ده عنده إعجاز العلم كله يعني صحيح اللفول إعجاز علم من لا شيء ولو يعني أعناق النصوص ليقولوا أن هناك إعجاز فمفروض العلم برمته بجملته خلينا مع الحديث نشوف حيوصلنا لإيه فقال زياد بن لبيد يا رسول الله وكيف وقد قرأنا القرآن ويقسم لنقرأنه ولنقرأنه أبناءنا ونساءنا المفروض يعني يعني إحنا بنقرأه ونقرأه لأبناءنا ونساءنا نعم إزاي العلم يرفع والقرآن موجود معنا وإحنا بنقرأه وبنقرأه لأولادنا ونساءنا مش دا العلم إزاي يرفع يعني فالرسول قال له سكلتك أمك يا زياد يعني فقدتك أمك إن كنت لأعدك من أفقه للمدينة خزلتني خيبت أملي كنت فاكرك أفقه واحد في المدينة ثم يعترف ويقول رسول الإسلام هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم التوراة والإنجيل عندهم المفروض المقابلة زي ما أنا ذكرت من شوية في حديث سابق لعبادة وهذا من رسول الإسلام المقابلة لا تستقيم إلا لو كانت التوراة سليمة والإنجيل سليم وإلا ما في أي منطق يقول أن التوراة محرفة والإنجيل محرف ويكون القرآن ويكون اليهود والمسيحين ضلوا طبيعي هيضله لو التوراة محرفة والإنجيل محرف طبيعي هيضله صحيح فما في منطق لكن هنا المنطق أن التوراة موجودة سليمة الإنجيل موجود سليم تركوه وضلوا بالمقابل القرآن موجود صحيح بالمقابل اللي عايز عملها محمد رسول الإسلام وشاهد شاهد من أهلها بل هو أول أهلها طيب يبقى إذن أكذوب التحريف التوراة والإنجيل لكن هنا ما يهمني أنه يعني التشبه لدرجة أنه زي ما اليهود والمسيحين عندهم الكتب وتركوها وضلوا أنتو كمان دل حيحصل عندكم يرفع العلم فما هو العلم إذن ما هو في القرآن طيب كويس فأنتو هتتركوا العلم ده وتمشوا برأسكم طيب يبقى المقابلة حتى هنا التشبه لدرجة يعني يعني ما قام به اليهود والمسيحين في إهمال حسب كلامه نعم الكتب المقدسة المسلمون سيحزون حزوهم القزة بالقزة والشبر بالشبر والزراع بالزراع نعم ممكن واحد يعني يعني يكون عنده هو بيسمعني شوية يعني عدم تصديق أنه التوراة مش محرفة وفق هذا الحديث أنا أجيب لك لفظ آخر للحديث رواه عوف بن مالك الأشجع أيضا حدث به شعيب الأرنقود في تخريج صحيحي بن حبان خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح أن رسول الله نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع العلم فقال له رجل من الأنصار يقال له لبيد لبيد بن زياد يا رسول الله يرفع العلم يرفع العلم وقد أثبت ووعده القلوب هو القرآن فقال له رسول الله إن كنت لأحسبك من أفقها للمدينة ثم ذكر اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله خلصا نوضع حين نقطة صحيح لأنك أنت النهاردة لما تخلع هذا الاسم على كتاب هذا كتاب الله لا يمكن أن يكون كتاب الله محرف لا يمكن خاصة أنك بتخلع عليه هذه الصفة بعد القرآن يعني بيتكلم محمد في عصره وهو التورا والإنجيل كتاب الله معاهم فإذا يخلع هذا الاسم على كتب محرفة وإلا كيف هي معهم يمكن واحد يقول اللي معاهم ده هو المحرف الرسول يقول ما معهم ما بين أيديهم اللي معاهم دلوقت هو كتاب الله لكنهم ضلوا فإذا حتى التشبه يصل إلى هذه المرحلة قال فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف ألا أدلك بأول ذلك اللي هو يرفع العلم يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعان هو رح مترجم كده العلم هو الخشوع طبعا أنا ذهبت لتفسير الحديث كالعادة من الأحباء المسلمين نعم فذهبت إلى الدرر السنية الخشوع معناه الخشية والسكينة والتواضع لله ثم قال يوشكوا أي قرب وقت وزمان أن تدخل مسجد جماعة أي مسجدا تقام فيه الصلوات جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا فيقف المسلم في صلاته لاهيا غير متدبر في صلاته وفي الحديث بيانوا أن بعض العلم ما هو هنا محرج المفسر مع أن الحديث لم يقل بعض ونحطت عليها خط عشان بتعود درر السنية لازم يخلوا باله منه في ناس بتقرأ بس بتخلي باله يعني بتفهم الحديث ليس فيه بعض الحديث يتكلم عن يرفع العلم لم يقل بعض العلم فهو لو ذكر أن العلم يرفع طب ما للمسلمين دول ما عندهم شي علم خالص أبيض العلماء اللي بيسموا نفسهم علماء الشيوخ اللي بيطلعوا كل يوم يعني يهددوا ويحرضوا إلى آخر ما عندهم شي علم نعم فهو هنا اضطر أن يضع كلمة بعض مع أن الحديث ليس فيه بعض نعم بعض العلم سيرفع وأن على المسلمين وأن على المسلم أن يسابق بالعمل فهنا بنشوف ده تفسير هذا الحديث من الدرر الثانية أن الخشوع ما عرفوش إيه هو العلم لكن في النهاية الخشوع وهل رفع الخشوع من المسيحيين واليهود كل اليهود وكل المسيحيين رفع عنهم الخشوع في صلاتهم في تسبيحهم ولا هو رص كلام واحد قاعد برص كلام بس في أي اتجاه تحب أواصل خلينا ناخد بعض المدخلات معليش بعد إذنك خلينا ناخد مريم من فلسطين ألو سلام المسيح معكم سلام ونعم أهلا بك يا أخوة مريم تفضلي كيفكم أنا أول أريد أن أترجعكم الأستاذ وحيد وإنت تجدرون على الأراضي المقدسة أمين بكل سرور شكرا للدعوة أختي مريم شكرا بنام حتى أنهم بنافسوا أصحاب الحرف المسيحية في شغلهم اللي هو خشب الزيتون كريسما في الصلبان الآيات من الكتاب المقدس حتى رسم الأيكولات في الكنالس بنافسهم فيها فلما تنسألهم أن هذا الإشي ممنوع يعني هذا الإشي ممنوع عندكم وليس هيك بتعملوا اللي حكونا ما إحنا سألنا الشيخ وحكا لنا يلا ما عليش ما هي تجارة مش رح تتنجسوا اشتغلوا فيها وعادي تجارة وهذا هو يعني سمحوني على المداخلة وشكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لك يا أخوة مريم شكرا لك يا أخوة مريم يعني مداخلة جميلة يعني يقول لك الخمر ممنوع أنك أنت تشتريه وتبيعه حتى للمسلم اللي شغال في بار بيعملوله يعني ضوضاء كبيرة جدا حتى يمكن ده رزقه ده عيش وشغال في مطعم يقولوا لا بس هنا الشيخ يقول له اعمل صليب ما مشكلة تنافس بيه المسيحيين يعني هم يعملوا صليب يبيعون تعمل صليب يعني شوف النفاق لأي درجة صحيح حتى رسم الأيقونات المسيحية ما في مشكلة ما أنه عنده الصورة ممنوع رسم صورة أصلا صحيح برأس ممنوع لكن هو يتشبه بالكفار يعني هذا هو النفاق الإسلامي على أعلى مستوى وأنا في الحقيقة يعني في هذا التوارد الفكري أنا حابب أشغل فيديو في نفس المهزلة نفس فكرة مريم نفس فكرة مريم من الشيخ المنجد طبعا يعني يعني الرجل شايف أنه هذا عادي دي الحرب بخدعة يعني فخلينا نشوف فيديو رقم واحد ونرجع مرة أخرى كما تنكر بعض المسلمين أيام صلاح الدين بلباس الكفار ودخلوا بين الكفار المحاصرين لعكة وجاب المسلمون سفن وحطوا عليها صلبان وحطوا عليها خنازير وتشبهوا بهيئة هؤلاء ودخلوا إنقاذ المسلمين المحاصرين هذه ضرورة هذا ضرورة ضرورة إنقاذ المسلمين لازم خنازير يعني المسيحيين مش بس علامة إنه السفينة دي بتاعت مسيحيين فيها صليب لا لازم فيها خنزير شفت الحبكة الحبكة لازم تكون كده أي شيء لازم هذا التاريخ المزور يعني بامتياز يعني ما كان بيكف بس صلبان إنه من بعيد ترافدوا المسيحيين لا لازم خنزير وإلا ما حيكونوا مسيحيين فإذن هنا نفس الفكرة التي قالتها الأخت مريم من فلسطين من القدس يعني فهي هي نفس الطريقة بتاعتها النفاق ده كلام المسيح له كل المجد وأنا أحيانا حينما أقرأ عبارات خاصة للمسيح كأنه يتكلم عن الإسلام صحيح الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل نعم كلام المسيح يصفون عن البعوضة بس يبلع الجمل اللي بيصلوا في زوايا الشوارع والأزقة ده المسلمين بيعملوا كده كأنه يتكلم على المسلمين طيب خلينا أخذ داليا من أمريكا سلام المسيح أخت فدوة سلام ونعم أهلا بيك أهلا بيك أخذ داليا أنا إيري الشرف أول مرة باتصل فيكم الرب باركك الشرف لينا أختي شكرا عندي بس مداخلة صغيرة على ما بدأ التشبه بالكفار باللبس عندي الشيوخ المسلمين أنه عيب أنك أنت تلبس زي الكفار مسألة اللبس بس عندهم بالنسبة لهم عادي أنه كان محمد يلبس لبس عائشة ومرت عائشة وكان يجيه الوحي وهو بلحاف عائشة يعني إذا اللبس رح يخليه شبه الكفار منها لبسه لمرت عائشة رح يخليه شبه النساء فبنت تقول لهم هي استغلة عادية يعني ما فيها أي مشكلة صحيح أنا بشكرك أخي مريم بصراحة يعني جزئية فاتت علي أنا شخصيا أن أنا أحطها لكن هي متناسقة برضو مع الموضوع هو يقول لعن الله يعني المتشبه بالنساء والمتشبهات بالرجال هو أطال شعره وكان يلبس مرت عائشة يعني ويجي الوحي حتى في مرت عائشة صحيح صحيح شكرا 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 والله يبارك والله يبارك حياتك شكرا رب معاكم معاك طيب ملحوظة ملحوظة يا جميلة نعم خليني أروح لحديث رواه هزيلة بن شرحبيل حدث به الألباني في السلسلة الصحيحة خلاصة حكم المحدث إسناد وصحيح قال عبد الله بن مسعود أنتم أشبه الناس سمتا ورأيا ببني إسرائيل نكلم مسلمين في عصره نعم عبد الله بن مسعود صحابي كبير نعم لماذا لتسلكن طريقهم حذو القزة بالقزة والنعل بالنعل قال عبد الله إن من البيان سحرا لمن يقول ابن مسعود هذا الكلام لليهود للمسلمين خير القرون ما زال لسه خير القرون لطالما ابن مسعود موجود يعني تمام طبعا دول خير القرون دول الصحابة نعم وأنا ما عرف أسوأ القرون إيه إذا كان ده خير القرون هذا الحديث يتناغم مع ما ورد في البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر عن أبي عمران قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود وخيبر يعني شاف المسلمين كأنهم يهود لابسين نفس اللبس بتاع اليهود نعم فبرضو حبيت الشرح الحديث رحت للدرر السنية أيهم في هذا الوقت يشبهون يهود خيبر الذين كانوا يكثرون من لبس الطيالسة وهذا إنكار عليهم لأن التشبه باليهود من المنكرات التي نهى عنها النبي وفي فتح الباري قوله فرأى طيالسة أي عليهم قال ما شبهت الناس اليوم ما شبهت الناس اليوم في المسجد وكثرت الطيالسة إلا بيهود خيبر والذي يظهر أن يهود خيبر كانوا يكثرون من لبس الطيالسة وكان غيرهم من الناس الذين شاهدهم أنسوا لا يكثرون منها فلما قدم البصرة رآهم يكثرون من لبس الطيالسة فشبههم بيهود خيبر ولا يلزموا من هذا كراهية لبس الطيالسة يا راجل ليه؟ بس عشان الرسول لبسه بس عشان الرسول كان عنده طيالسان كيف لا يكره وإنت بتقول لا تتشبه باليهود ولا المسيحيين يا مسلمين يعني هذا التناقض ده شيء مش معقول وكأنه ما في منطق في السرد ولا في عقل في السرد ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيالسة المفروض لا العكس كراهية لبس الطيالسة لأنها تشبه بالكفر تشبه باليهود بس عشان الرسول عنده طيالسان أنتوا خايفين من كده وقيل المراد بالطيالسة الأكسية وإنما أنكر ألوانها لأنها كانت صفراء عايزين يشوفوا لها أي مخرج إذن ده كان في زي ما شفنا المسلمين بيتشبه في صدر الإسلام في صدر الإسلام الأول باليهود والمسيحيين مرحبا أخي وحيد أهلا أخي يوسف ربي باركك مرحبا أخي الفدوان أهلا بك أخي يوسف أخي وحيد بالنسبة لأختنا ديا إحنا بالعراق ما نسمي الكما كما نسمي كما وهذا ينبت بالأراضي الرملية وبالربيع ويقولون أنه الخطأ أنه البذور مالتو الرعد لا البذور الرعد يفز البذور مالتو أما بالنسبة لأخوة مريم من فلسطين فزيدها علم إذا تروح تكتب الصورة التي اشتراها الأمير محمد سلمان محمد سلمان ولي عهد السعودية اشترا صورة قبل شهر صورة من ليوناردو دافينجي ب450 مليون دولار اسم الصورة المسيح مخلص العالم هذا قبل شهر صارت أما بالنسبة إلى اليوم فإذا المسيح يؤمنون المسلمين أنه عيسى هو في السماوة وفي الجنة إذن اللي عمل أعمال المسيح يكون معانه بينما اللي عمل ضد أعمال المسيح هو يكون بالجهنم المسيح قال لا تقتل لا تزني لا تسرق محمد قتل زنى سرق وأمر بهذا الشيء هذا وبالقرآن موجود هاي كلها ومحمد نفس الوقت كان مقمل وكان يضع رأسه في حضني أم حرام لتفلنه هاي المقمل مايهم بس يشبه بالكفر حرام بس يكون مقمل حلال أكون شاكر جدا شكرا شكرا للوقت إلى التشبه المسلمون يتشبهون بأهل الكتاب وقت احتلالهم للبلاد التي سرقوها يعني غزوا بلادنا واحتلوا بلادنا وهذا أسوأ احتلال عارفه التاريخ والاحتلال الإسلامي صحيح لأن البريطانيين والفرنسيين غيروا زهبوا استعمروا بلاد وخلاص تركوها وزهبوا نما المسلمون جاسمين على صدور أهل هذه البلاد حديث في هذا الاتجاه رواه عبد الله بن عباس حدث به الشوكان في نيل الأوطار خلاصة حكم المحدث رجال ورجال الصحيح الألباني في صحيح أبي داود صحيح النووي في الخلاصة صحيح على شرط مسلم يقول رسول الإسلام عفوا يقول ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس ما أمرت بتشييد المساجد دا رسول الإسلام بيقول كده ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود لكنائسهم تدخل النهاردة المسجد تلاقي كمية الصلبان المرسومة هم مش واخدين بالهم بالمناسبة بس إحنا كمسيحيين أول ما بنشوف الزخرفة بتشوف فيها الصليب في أي موقع من أين آتوا بهذه الصلبان آتوا بها من ما رأوه عند المسيحيين يعني كمية الصلبان التي رأيتها في مساجد كثيرة حول العالم هم مقصدين أو مش عارفين لكن بيرسم زخرفة وفي الجانب أو في الوسط بتلاقي الصليب واضح جدا على كل إن هي زخرفة في النهاية ما يقصد رسول الإسلام الزخرفة طيب هل المساجد النهاردة مزخرفة يا مسلمين نعم أم لا نعم مزخرفة صحيح مزخرفة طيب ماذا تشبه برضو بالكفار خلينا أقرأ لك الله قرأ لك تفسير الحديث من الدرر السنية قال كان النبي ينهى عن تزيين المساجد من أجل ألا تدخل الدنيا بيوت الله التي تقربهم من الآخرة فيتعلق الناس بها فينصرف عن خشوعهم وخضوعهم لله عز وجل والتشييد هو المبالغة في البناء والتطويل فيه ده يا أخي يعني كأنه ما في كنيسة يبنى أمامها مسجد إلا يكون أطول منا لازم الإسلام يعلو ولا يعل عليه يعني ارحموا أنفسكم ارحموا أنفسكم يعني هما كده اللي بيعملوا كده اللي بيطولوا البناء بيكونوا عصوا عصوا رسول الإسلام واللي بيعصوا الرسول نهايته إيه؟ ما هو من تشبه بغيرنا ليس منا هي بيقى ما في الملة أصلا حتى العصيان نفسه ما خلص من عصر الله ورسوله بالضبط كده يعني في جهنم خالدين يعني هما في كل الأحوال للأسف يعني في جهنم في كل الأحوال في كل الأحوال مبروك عليهم يعني أنا بتمنى إنهم يستفيقوا قبل فوات الأوان أي شخص اسمعنا وراجع هذه المراجع وقيس الواقع الموجود أمامك اليوم المساجد طويلة وفخمة ومزينة ومزخرفة طيب ماذا تشبه بي حسب كلام ابن عباس تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى والمقصود عدم التكلف في بناء المساجد وعدم رفع بنائها والتطويل فيه عدم رفع بنائها نعم وهنا في مصر تحديدا لازم ترفعها عن الكنيسة لازم في مرض في يعني الشخصية فيها مشكلة صحيح تكون الكنيسة أطول من الجامع في فكرهم أنه ده وكأنه قياس نعم لا القياس مش كده مش بالمبنى القياس بالعقيدة القياس بمعرفة الله القياس بالطبيعة الله في العقيدة الإسلامية والمسيحية مين هو ده القياس إنما تجيس بمبنى وعشان كده عمالة علي لتزخرفنها أي سوف تزينون المساجد وتبتعدون عن وصية نبيكم لكم تبتعدون عن وصية نبيكم كما زخرفت اليهود والنصارى أي كما زينت اليهود صوامعهم وكما زينت النصارى كنائسهم يبقى هنا برضو لما خرجوا خرج المسلمون إلى أسقاع الأرض تشبهوا باليهود والمسيحيين في تزيين المساجد كما الكنائس وخلينا نقول المجامع اليهودية هل نأخذ مداخلة طيب كمان نأخذ جرجس من أمريكا ألو أخذ جرجس سلام للأسرى المخدسة أهلا بك أهلا بك أهلا بك ربنا يبارككم أحمد عليكم يا رب شكرا ويستخدمكم المجد يسمى الكدوس يا رب أمين شكرا أخي أخو وحيد أنا بشكل تناقضات كثيرة في الإسلام في كل شيء مش في الدباء يعني عايزين يعملوا صرفة مع السرائيل يقول لك صرفة حديبية ويقول لك الشيخ ويقال يكلم كده عايزين يعملوا حرب يقول لك أمرت عنه قاتل نصارى مرة طاطلوا ومرة كفار ومرة أشد أقرب الناس وأشد الناس وواتي تدددتين على الأمر ألبسوا وما تلبسوش الإنجيل بالقرآن بالتوراة كتب الله ولازم تؤمنه بالله وكتبه ورسله ويقول لك لأتي محرفة طبي عم محرفة يقول لنا النصها الأصلي لكن لا وكده وخلاص ومشانا اللي بقول كده علي لأبي صالب نفسه قال على القرآن حمال أوده صح يعني فيه التقراط وهم يعني ما نستغربش وبعدين هو زي الواحد بينسى اللي بيقوله ويجمع ويجي مرة تانية يقول حاجة تانية نقطة شوي بدلوا موجودين وبيرني عليهم لكن أنا ما باستغربش على البدل أنا باستغرب على الموجودين دلوقتي يعني لما شوف واحد مسلم زي الدكتور محمد جعلان باستاذ بيت الطب النفسي وحالي حالي شنبه ومربي دقنه ويكلم إزاي خد دكتورات زاي وإنت مشاي في الكلام التهريج الموجود ده فما باستغربش على البدل كل زمان باستغرب هالدل لأس ما تفكروا باستغرب كوي ويرو كوي وذلك اللي بيقرؤ القرآن وتعمقوا فيه بيأصلوا إلى حقتين يهم للحج يهم المسيحية واللي بنشوفها كتير قوي المجتمع المصري دلوقتي ده اللي هو حاصل اللي بيكتشفه البلاء الموجود وخصوصا دلوقتي معادش فيه السيف اللي بيمنع الكتب بيصدرها ويقبط على اللي بيقول لا الحمد لله ربنا من مجده وانو خلى فيه الانترنت والطداء والقلوات الطدائية والأقباط الصناعية أما ما حدث في قرية دامش هاسم فده عار على مصف ان يصل على مسيح بشارع ومكا وفيش كنيسة ورغم ان ما فيش كنيسة ورغم ان الأقباط ما قالوش اي حتى عايزين كنيسة بعد صلاة الجمعة في البول فاعدت اعتدوا عليه ويحرقوا كنائسوا ومساعدتهم تمام تمام نطبق القانون على الكل بلا استثناء والمخالف يعاقب وانت قدام ربنا ربنا هيحذبك يوم القيامة لانك مش رئيس للمسلمين بس انت رئيس بكل واحد في مصر وانت رئيس وانت رئيس وانت رئيس وانت رئيس لانه غضب الله معلن ومخيف هو الوقوع بين يدي الله شكرا وكأن الدولة حبت تعمل تعتيم على هذا الأمر وده عيب عار يعني لازم يتم يعني الناس دي يتم الوقوفها أمام القضاء اللي هم قضاء مش إسلاميين يعني مسلمين ما فيش مشكلة بس إسلاميين مش هيعمل ولا أي شيء طيب خلينا ناخد مداخلة كمان تومة من هولندا ألو ألو أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أخ تومة أهلا عزيزي الله يقاويكم وربي باركم بالنسبة الكنيس أخو وحيد أنا من مصر كنت قبل ما أسافر إلى هولندا بالحقيقة هناك كان يبرون كنايس من الكلدانين والسريان والأرمن فهم ينتظرون إلى ما أن يبنى الكنيسة ويخلص وبعد ذلك بعد شهر أو شيء يأتون ويشترون كل هذه الموقع لحول الكنيسة ويبنوها بحيث أنه هذا الكنيسة الجميلة يغطوها من نهاية ما يبين هذا واحد وثانيا أنا عدة مرات أصادف الكنيسة بالصلاة في القس مرات يقف من الأذان للجامع لأنه لا يستطيع يصلي ولا أحد يسمع الصوت للصلاة الكنيسة يشوش يعني كما تعرفون يعني ميكروفونات ضخمة يخلون على جوامعهم ويصليه الله أكبر ويصرخ بالداخل كأنما يصلي داخل الكنيسة يأذن داخل الكنيسة هذا موجود اعتيادي عندهم يعني ليس فقط في مصر أو في العراق نابعين شفت يعني دائما يعني هذه الموجودة ظاهرة مع الأسف الشديد يعني هم هم دائما التقي يستخدمونا ونحن نحترم الأديان ونحن كذا ونحن كذا كلها في كذا الخضاع وتزوير وتقليل شكرا لك أخ تومة شكرا الرب بارك شكرا شكرا لك أخ تومة الرب بارك الأخت عزيزة والأخ العزيزة شكرا لكم شكرا لك طيب نكمل وبعدين نرجع عندنا الأخ زيتوني طيب أنا هاخد تشبه مسلمي اليوم بالكفار في أشياء كثيرة جدا يعني احنا اخدنا في صدر الإسلام في عصر محمد والصحابة واخدنا لما دخلوا البلاد بتاعتنا ونهابوها وسرقوها والتشبه اللي حصل والتشبه اليوم يعني هل التشبه بالكفار اقتصر على ذلك الوقت خليني أسأل بعض الأسئلة اللي يعني تخلي بعض الناس تفكر هل في الإسلام يوجد شنق في الإسلام في حدود في حد قطع مثلا الرأس بلاد إسلامية كثيرة جدا فيها شنق بدل قطع الرأس حتى السعودية فيها شنق يعني في قطع وفي شنق الشنق هذا بتاع الكفار انتوا ليه بتخالفوا سنة رسولكم اللي هو بالسيف القطع وبتشنق دي أشياء في التشريع يعني التشبه في التشريع الآن وليس فقط في الشكل الخارجي صحيح ليه في سجن للسارق أي مبلغ حتى ما نكون يعني السارق يعني بقيمة بيضة أو إلى أي سارق خل السارق المستحق القطع لماذا لا تقطع أيدي اللصوص في السعودية مثلا أنا بقول السعودية على أساس أنها الدولة التي هي تمثل أو راعية للإسلام كرمز لماذا تتسنون بسنن الغرب الكفار أو الشرق حتى وتعملوا سجون لا عندكم قطع وهذا تشريع صحيح طيب يبقى إذن حتى من يستحق القطع أنت تسجن لا تقطع يدو ليه صحيح طيب ألغوا ملك اليمين ليه ألغوا ملك اليمين ودعمنا فيها حلقات كثيرة جدا في الماضي ألغوا ملك اليمين علشان القرآن بيقول ألغوا ملك اليمين ولا علشان الغرب الكافر حسب منطوقهم اللي هو نادى بالتحرير العبيد بيروحوا الدول الأوروبية يكذبون على الأوروبيين والإسلام ما فيه رق والإسلام من تاجر وباع واشتر في عصر محمد ومن بعد محمد والرق أسوأ أنواع الرق في الإسلام لأنه رق فيه جنس ملك اليمين فيه جنس نادوا يعني لماذا عطلوا هذا القرآن ماذا تشبه بالحضارة الإنسانية وتعطيل نص في القرآن عطلوا عطلوا تشريع إسلامي صحيح صحيح يعني على المستوى مثلا على المستوى لو طلعنا بعيد شوي من هذا التشريع نعم المسلم مقلد ليس مبتكر ما بعرف يبتكر بس بيشوفك أنت بتعمل إيه ويقلد يعني مثلا شافك أنت علكت صليب في العربية عملوا له ما كان في الكلام ده عملوا مصاحف عشان يعلقه أنت علكت آية في العربية عملوا له من نصوص قرآنية يعلقها في العربية فهو مقلد نعم في الصليب الأحمر نعمل الهلال الأحمر طب أنت عامله هلال أحمر ليه يعني ليه أحمر أنت لو سألت ليه أحمر الصليب إحنا عارفين ليه أحمر الصليب هو الفداء الفداء بالدم طبيعي يكون لونه أحمر بزل ذاته من أجل الآخر أنت عامله هلال أحمر ليه سبحان الله يعني التشبه بالآخرين حتى بدون وعي في الألعاب الرياضية أنت شبهت ليه بالكفار أنا سمعت الشيخ بيقول الألعاب الرياضية تلعب فريق كرة القدم ده لما كان في كاس العالم 11 تيجي تقول لهم 15 يقول لك لا هل لا منصوص عليها في البخاري ومسلم في تعليم رسول الإسلام لا طيب ليه المسلمين بيعملوا كده زعلان أنه الفريق 11 وما ينفع يكون 15 ولا 19 وإحنا نعمل فيفا لنفسنا هو بيتكلم كده طيب أنت شابهتم ليه لما أنت زعلان كده لماذا تشابه الغرب لماذا تشابه الغرب في إقامة الحفلات الحفلات والرقص وغيره بيسموها المجون طيب أنت شابهت الغرب ليه ده حتى الرقصة بتاعة كيكي اللي هي انتشرت انتشار يعني النار في الهشيم انتشرت بين المسلمين بشكل يعني غريب جدا وملفت للنظر ويمكن أكثر شعب يعني قلد هذه الرقصة وعملها فيديوهات كان أحباء المسلمين وأنا حبيت أجمع شوية كده في فيديو عشان نشوفه مع بعض دول دول مسلمين يعني ما الذي تبقى للإسلام في صدور المسلمين نعم صحيح فهل الأخ علاجة؟ طيب خلينا نشوف فيديو رقم اتنين وبعد كده نعلق عليه ده إحنا ممكن نعلق أثناء الفيديو يعني دول كلهم عرب مسلمين بيقلدوا الرقصة بتاعة كيكي بنفس الطريقة الخروج من السيارة وهي بتمشي بطريقة ببطء يعني أنا ما شايف أنه ده فيه غلط يعني أنت قاسد تشيل الصوت؟ أنا قاسد أشيل الصوت يعني لأنه يعني عارف برنامج الدليل أرقى من كده يعني لكن إحنا حطنا عشان بس الناس تشوف وإحنا بنتكلم مع بعض نعم فأنا شايف أنه هو عايز يرقص ما في مشكلة بس أنت بتناقض دلوقتي في نقيد هل أنت حتتشبه بالكفار نعم ولا أنت حتمتسل لنصوص قالها رسول الإسلام ومن تشبه بغيرنا ليس منا دلوقتي كلهم كفار يعني الناس اللي بترقص دي كل دول كفار ولا إيه نظامهم ده حتى البنات زي ما أنت شايفة يعني ما قصروا الحقيقة يعني أن هم ورقاصين أنا شايف يعني يعني متمكنين في الرقصة يعني محفوظة الرقصة محفوظة ومدروسة ومعناها ده مش جديد صحيح صحيح وواضح أنه هي يعني قدت فيها وقت في البيت أنه هي تتعلم الرقصة طبعا بالضبط كده حركات مش سهلة مش سهلة وفي نفس الوقت أساسا معناها الجسم قابل لهذا النوع من الرقص يعني الرقص ده موجود صحيح هذه أخت برضو يعني يعني حتى المنقبات بالعكس من المنقبات فرصتهم يعني مش ظاهرة هي مين أصلا فبالتالي فرصة أن هي يعني تقدم ما تريد سهل نعم ما في شيء محسوب عليها لأنه من وراء هذا النقاب ما في حد بيعرف وزي ما أنت شايف يعني يعني العرب من جنسيات مختلفة مسلمين من بلدان مختلفة نعم وهم بيعملوا الرقص دية وبيشابهوا فيها الكفار بشكل يعني بشكل يعني محترف نعم في نوع من الاحتراف صحيح وأنا بقدم الفيديو ده مش علشان يعني أكون ضد شخص بحد ذاته أكيد لكن ده الشيء الطبيعي أنه الناس بتتقابل في ثقافات مختلفة مع بعض صحيح أنت النهاردة لما تشوف ناس من المسلمين قدموا هذه الرقصة نصوص إسلامك تقول خرجوا من الملة من تشبه بغيرنا ليس منا فحكمت عليهم بالردة أو بالخروج عن الدين نظامهم إيه في الإسلام نعم يعني شوفي لدرجة إيه تلبسي نعم ترقصي نعم أي حد يلبس يرقص أي شيء شابه الكفار الكفار بين قوسين يبقى هو بقى واحد منهم ده يعني التعليم بتاع رسول الإسلام كيف يصف القرآن أهل الكتاب الذين يعني يتشبه بهم خير أمة أخرجت للناس بيصفهم بإيه خلينا أقرأ سورة الحديث 16 سورة الحديث 16 يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونونك الذين أوتوا الكتاب دائما إحنا في الصدارة يعني من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون ده كثير من أهل الكتاب فاسقون طيب اللي تشبه بأهل الكتاب الفاسقين دول شكله إيه مسلم فاسق يعني برضو ولا هيكون نظامه إذا إذا كان المسلم سيأتي عليه يوم يكون كاليهودي والمسيحي إذا فكثير من المسلمين وهم فاسقون حسب شهادة القرآن صحيح ويعني خير أمة أخرجت للناس وتتبعون من كان قبلكم سنة من كان قبلكم حزو القزة بالقزة شبر بشبر دراع بدراع أنا ضحكت جدا حتى لو دخلوا جحر ضب حيدخلوا وراءهم صحيح اسمح لي بسرعة أخذ زيتوني ألو زيتوني أهلا بيك تفضل ومرحبا بأخ وحيد أهلا أخ زيتوني مرحب بيك عزيزي أهو بيك عزيزي أخ وحيد لا يمكن أن أجيب عن كل ما ترحته الآن الذين يرقصون أبدا أشأنهم أنت تتكلم عن حكم الإسلام عن الرئيس لدينا حكم الآية القرآنية الشهيرة المعروفة لا إكرام ودين كل الإنسان أولا أطرق من المنطقة الأحمدية أنا كزيتوني أنا أول أولا يا أخ وحيد أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا القرآن عند الله أولا أطرق من الأحمدية أنا ليس أحمدي أنا مسلم وتتكلم عن كتاب المقدس ويقول بأن يقول بأن القرآن قاد يتعرفون الكلمة عن لماذا في رسالة العبرانيين بولس ماذا يقول في رسالة العبرانيين ماذا يقول يا أخ زيتوني سايب كل البلاء اللي احنا اتكلمنا عليها ورايح لرسالة العبرانيين يا رجل اخجل يا رجل رض على الكلام ده هل أنت مع التشبه أن التشبه يخرج المسلم من ملته زي ما ذكر رسول الإسلام ولا أنت ضد هذا الكلام التشبه ليس فيه إشكالية تفضل الانسان في هذا الكون هو حر 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 يفعل ما يشاء أولا أنت كان عن هذا الانسان حر ليس لدينا حكم ردة أو حكم قتل فالانسان حر يعبد شمس سورة الحديد سورة الحديد 16 ماذا تفهم من سورة الحديد 16 التي قرأتها الآن ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونونك الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسق ما الذي يفعله الفاسقون ممتاز يعني أنت لا تشابه أهل الكتاب تماما يبقى أنت يا حبيبي يبقى أنت مش على كيفك ولا على مزاجك تعمل اللي أنت عايزه زي ما ذكرت في البداية أنا حر أعمل اللي أنا عايزه نعم أنا حر تعمل اللي أنت وصفة يعقبه الله في الآخرة هناك أنت تؤمن بالدينونة يا أخوح لا أنا أكتبك مني أنا أؤمن بالدينونة هذا أمر أنت عندك القصاص في الإسلام وعندك وعندك المقاتلة الكفار وعندك أشياء كثيرة أنت مش زي ما تتمسح بي يعني لا لا تتمسح بي لا لا ما عندي ما عندي المقاتلة من أجل الدين المقاتلة من أجل الأرض ماشي كانت في وقتها كمان ليست ليست ممتدة كانت في وقتها في عصر معين وللظرف معين وفي تاريخ محدد ورقعة جغرافية محددة وانتهى الأمر بذلك الوقت إنما أنت عندك قتال واجهات في سبيل الله من أجل الإسلام فأنا بسألك بس عن الآن التشبه هل التشبه يخرج الإنسان من الملة نعم أم لا لماذا تقاتعني أنا الوحيد الذي تقاتعني أخوه يا عزيزي اللي بيتكلم يتكلموا في الموضوع أنت رايح لرسالة العبرانين ما في حد راح لرسالة العبرانين أو للإنجي أنت تتكلم عن تحريف الكتاب المقدس الذي تكلم هو رسولك يا عزيزي وأكد أنه لا يمكن أن يكون محرف كتابك المقدس سيقول أنه تكلم فيه يبهول سيقول في العبرانين فإنه يصيره ما لش يا أخ زيتوني ما عندك موضوع ودائما أنت بتحاول تجرنا خارج الموضوع بتاعنا وأنا بدي لك فرصة لأن أنا شاعر بك يعني أنت لفظت الإسلام تماما لفظت كل السنة لفظت كل الأحاديث وأنت بتقول أنا ما أحمدي منهجك أحمدي بامتياز ويعني طبعا أنت حر تختار ما تريد لكن في النهاية تكون شجعود وتعلن تجاهك الإيماني هذا أمر مهم جدا على كل أن أنا ما خلصت وأنا شايف أنه الوقت أدركنا صحيح دقيقة واحدة ما فائدة إذن خاتم الأنبياء والمرسلين إذا كان أدباعه سيسلكون ما سلك قبله الأمم اليهود والمسيحيين أنا عندي سؤال سريع بس الأخوات اللي هم تشبهوا بالكفار أو اللي خلينا يعني تشبهم في الرقص ده اللي عملوا هل ده وإن زنى وإن سرق وإن شارب الخمر حيدخل الجنة دور؟ ممكن حيدخلوا الجنة؟ ممكن طيب أنا بشكرك كثير بشكركم مشاهدينا المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما إحنا بنصلي لأجلكم الحلقة الجاية أو اللي بعدها بنبدأ أول لقاء لنا مع صوم واحتفالات عشراء تابعونا إحنا حنكون في انتظاركم اشتركوا في القناة